نروح ليه أخبار نادي الزمالك وقامة الزمالك لمباراة امبي اليوم الثلاثاء ان شاء الله في بطولة الدوري الممتاز في حراس المرمى محمد ابو جبل ومحمد عواد في خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغاني ومحمود حمد الوينش وعبدالله جمع واحمد فتوح وحازم امام وحمزة المثلوسي خط الوسط هيبقى فيه طريق حامد ومحمد أشرف روئة يوسف أوباما وإسلام جابر واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبدالله في لجوم في سيف الجزيري وعمر السعيد يغيب عن قائمة الزمالك في هذه المواجهة شكباله وامام عشوره محمد أونجب وآيمن حفني ومحمد عبدالشافي طيب ليه بقى فريرا استبعد محمد أونجب ومحمد عبدالشافي وآيمن حفني عن قائمة مباراة امبي الأسباب أسباب فنية فريرا شايف أن أونجب محتاج شغل كتير من الناحية البدنية وآيمن حفني بيخضع لبرنامج خاص أيضا بدني وفقا لقرار فريرا والمفاجأ هو استمرار غياب محمد عبدالشافي عن مباراة فريرا شايف أن أداء محمد عبدالشافي تراجع لذلك فضل أن اللعب ياخد تدريبات إضافية خلال الفترة اللي جاية فيش ألاء لو محمد عبدالشافي يغيب ما تقلقش مش هامل ألاء مش هامل أزمة مش هامل مشكلة هو هيتضره أكتر وهيحمل على نفسه أكتر عشان يرجع تاني بدون أي أزمة دون أي مشاكل ده كبير لعيب كبير يعني لعيب كبير اسما وخبرة وسنا طبعا وكل حاجة لعيبة اللي زي دي لما بتغيب كتير بتتدايق لكن محمد عبدالشافي ما بتدايقش محمد عبدالشافي مش من لعيبة اللي تتدايق محمد عبدالشافي مش من لعيبة اللي ممكن تعمل أي أزمة فقط جلسة مع لعيبي نادي الزمالك بعد المرأة نتكلم معهم عن الأخبار المتدولة بأنه استقار على قائمة الرحلين عن الفريق أو تعقدات المحتملة تداييم صفوف الفريق فريرة قال للعيبي الزمالك بالنص أنا مش طالب منكم غير التركيز والاجتهاد وأنا ما طلبتش رحيل أي لعب بالعكس أنتم لعيبة كبيرة وعن اقتراب انتهاء عقود بعض اللاعبين قال لهم الالتزام بالتعاقد لآخر يوم فعادك بنفس الاجتهاد هو نجاح لللاعب نفسه سواء قرر الرحيل أو تم التجديد التعاقد معه كلام محترم لهم اللي فاتت حصل اجتماع بين فريرة وأمير مرتضى واتفق على تكوين فريق الأمل مكون من 22 لعب مميز بقطاع الناشئين لاتفاق بغرض هدفين الهدف الأول هو تسعيد خمس لعبين لصفوف الفريق الأول وتعديل عقودهم مع النادي والهدف الثاني هو تسويق قطاع الناشئين والاستفادة منهم ملائد رقم 10 عارف أن فريرة طلب من مسؤولي الزمالك التعاقد مع مدير فني أجدبي لفريق الأمل وخلال فترة التعاقف هيكون فيه مباريات ودية مع الفريق الأول حاليا تم تكليف أسامة نبيه المدرب العام محمد عبد المقصود بالإشراف على الفريق بشكل مواقف فريق الأمل بشكل مواقف محمد عشرة فروقة لعب وسط الزمالك منتظر قرار النهائي لمسؤولي النادي الحاسم وقفه مع الفريق خصويا أن اللعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي وأنه تلقى أكتر من عرض خلال الفترة الأخيرة رؤى بيفضل الاستمرار في الزمالك ومش عايز يستعجل في قرار الرحيل خصويا أن فرص مشاركته كبيرة مع الزمالك في ظل وجود نقص عددي في مركزه نهاية الزمالك كمان من ناحية تانية بعيدة عن كرة القدم أعلن عودة مهاب ياسر نجم فريق كرة السلة بعد فترة احتراف في الدوري الجامعات الأمريكية الزمالك تعاقد مع اللعب لمدة أربع مواسم مسؤولي الزمالك بيدعمه فريق السلة بشكل جيد استعدادا للتصويرات النهائية لبطولة أفريقيا ولمقرار قمتها في رواندا خلال الشهر الحالي شكرا